لا يختلف اثنان على حب الجزائريين لكرة القدم المدرجات عندنا تحمل قصصا لا تنتهي شغف تشجيع الخضر والنوادي المحلية أيضا لا يضاهيه شغف فتجد المشجعة منهم يحفظ جميع أغاني المدرجات ويعلم تاريخ النادي وتاريخ لاعبيه أيضا ويمكنه حتى التنبؤ بالخطة التي سيلعب بها المدرب المباراة المقبلة هكذا مشجعون تلزمهم مؤسسة لتأطيرهم وهذا ما جعل وزارة الداخلية كما نرى في الصورة تمنح التصريح التأسيسي لجمعية أنصار المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم والجمعية أصدرت بيانا قالت في هذا البيان أنها حصلت على الاعتماد الرسمي كجمعية تعنا بدعم وتشجيع المنتخب الجزائري في مختلف المناسبات والبطولات الرياضية أما أهداف الجمعية فأولها يتمثل في تجميع وتعزيز الروح الوطنية والمشجعة وأيضا العمل على دعم المنتخب الوطني الجزائري في مختلف الأنشطة الرياضية المحلية والدولية والجمعية ستعنى أيضا بالعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والانتماء أيضا الوطني وتعزيز روح الابتكار والتميز في الرياضة مما جاء في البيان أن الجمعية تفتخر بالظهور كمنصة لتنصيق ودمج حب الوطن وحب الرياضة واستنهاض الروح الوطنية من خلال تنظيم الفعالية الرياضية وأيضا الثقافية والاجتماعية والتطوعية إلى آخر ستتابع الجمعية نشاطاتها برئاسة محمد عصام نوار في بلدية براقي في العاصمة ومما قاله المتفاعلون في التعليقات نقرأ مثلا لفؤاد الذي كتب ألف مبروك هذه الخطوة المهمة ومزيدا من النجاح في دعم المنتخب الذي هو ملك لكل الشعب الجزائري ويحيى علقاء مبارك لكم مزيدا من التألق في قادمي مناسبات المنتخب الوطني وصفيان علق بفضل الله ثم الرجال لشرف أن يعظوا بسيط فيها الحمد لله وإبراهيم علق مبروك على هذا المولود الجمعوي الجديد لفائدة المنتخب الجزائري لكرة القدم طريق آخر لهيثم نقرأه أنه يقول نريد الانضمام لكم والمساهمة ماديا ومعنويا معكم